موسيقى السلام عليكم أخوتي وشارككم لاباس بخير بم بزاف تعليقات كتبوا لي على ملعب تعب الرقيل اللي يسمى هوها نيلسون مونديلا فهذا هو الفيديو فيديو اليوم مهلا إدي ألمالا بريش حلم الفيديو كي تبدأت الأحداث بعد نهاية كعس العالم بلت الأحداث جيت نهضر في هذا الموضوع ونحكو أمور بزاف عدة وش هي النية من تسمية الملعب أولا وش هي النية كاين بزاف اللي يقول لك على الأخلاص وعندنا الشهداء طاريزون باش يسموا على نيلسون مونديلا من جنوب إفريقيا وكايننا أنا نعطي رأيي على بالكم خلقي أنا دايما ديراك مباشر اللي في قلبيع للسانين نحكي يقع وش كاين ونطلح لكم الأمور وانتم ما أعطوا لي رأيكم في التعليقات أنا نبدأ من نية على كل حال شوفوا أنا رأني معارض لأسباب دقنا نحكي لكم وش هي الأسباب ومعندي حتى مشكلة في التسمية تعني يا سلمونديلا هادية مش هي لي أسباب لأسباب وي لأن أسباب دقنا نذكرها ونذكر أمور عدة يعني أنا ما رأنيش موافق أصلا لتسمية الملعب هادية بالعسم هادا ومعندي حتى إشكال أن هم سموها بهذا العسم هادا شوفوا نبدأ أولا ريحهم آية يا خوتي شوفوا نبدأ الفيديو ونحن نعطي وزع تناظر ونبدأ نروحوا للرأي التاعي لماذا؟ بارك زون بانو راني ضد التسمية بهذا العسم هادا يعني باش ما تاخدش عليها ما تقوليش فهم روح كنو ونحن نعطيك توضيحات باش تفهم ممليح اولا من سلمونديلة هذا يها؟ تاريخ تاريخ آفريقية هادا Sacred يعني كم يقولوهم هذا أسطورة إفريقية احنا أولا أفريقية هی تقولي مهمينيش أنا أفريقية مشي افريقية وأسطورة مشي أسطورة اللي كان يحارب ضد العنصورية والعنصوري اللي وصلت مش غير كما كولو الشود وصلت لأفاريقية ككل اسم أفاريقية أفاريق circum هادا هادية العنصورية كان يحارب عليها النقطة التانية هذا يقع 딱 بك الجزائر من صنعت مني رجلا عنده تاريخ واطي جدا مع الجزائر يعني مشي نام بورك ديوكي هكذا برد ما عندهش علاقة مع الجزائر وعنده علاقة مع الجزائر ولكن يا خوتي هذا الأمور مشي يعني أنا دخل أعطي لكم واحد الأمر طارق زنبنتوما الماريكان هكذا الماريكان صح ولا لا لا ما عندهاش علاقة هكذا نسمي شارع شارع في الماريكان أنا ركام لعباكم به الأمير عبدالقادر الجزائري الأمير عبدالقادر والأمير عبدالقادر ممكن تانيك عندهم حي في سوريا والله أعلم teasing Floren andasia عند الله المهم تاع الماريكان رconomic يتم تأكد من اللهم عندهم شارع اسمه أمير عبدالقادر وعندهم متحف تما عليه كبيرا ما بإمريك histó track قال لك عن كبيرا ما بإدفع تسمونه الشارع أمير عبدالقادر أو مدينة الشارع أو مدينة واسمها مدينة قرية صغيرة سمع الأمير عبد القادر الأمير عبد القادر وعنده تمثال تماما في المريكا لكي نستطيع أن نوضح لكم الأمور كثيرا فهذه ليست بريرات عندما ندخلوا في الموضوع الأصلي هذا ليست بريرات في ألمانيا او في نام بورت بلاد او في أوروبا على بلهم كائن شوارع وكائن متاحف وكائن وا 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 تسميت بأشخاص من بلد آخر نعطي لكم في ألمانيا كائن شارع واسمه فرنسوزي شتخاصة شارع الفرنسيين او شارع فرنسا يعني يسموا عادي هما أوروبا يعني أوروبا وإفريقيا يعني إفريقيا كي يكون حدث إفريقي اسم تاريخي لإفريقيا متارك إفريقي شو انت جزائري وبعد جزائري انت إفريقي أو قبل ما تكون جزائري لأن كانت بكري 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 ما كانت الحدود أفريقيا يعني يطلون الأفريقيا هذا رجل من رجال إفريقيا يعني ما رأيوش إشكال أنا الإشكال التاعي ما رأيوش هنا الإشكال التاعي أنا نجايكم بالنية نسأل للنية ندخله في الموضوع الثالث هذا بين الموضوع الأول والموضوع الثاني وأنتم أعطوا لي رأيكم أولا هذا الأخر لأن نية تسمية نينسون مونديلا وعلى بالكم نينسون مونديلا من جنوب إفريقيا وعلى بالكم موتسيبي نهار ما جاء للجزائر أشكر للجزائر وقال ما ننساش كلمة نينسون مونديلا جاء للجزائر والجزائريين كانوا واقفين مع نينسون مونديلا وليد بلاده هنا إذا التسمية هادية لمصلحها دوك نحكو فيها في النقطة هادية أولا أنا راني ضد تسمية الملاعب بأسماء سواء مجاهدين سواء أشخاص سواء كدر عليهم أن تعلموش الإحترافية اللي راهوا يطلبها العصر هذا العصر العصر هذا عصر بيزنيس يعني يقولوه عصر بيزنيس هذا العصر التجاري عصر الصناع عصر التجارة عصر انتو ما تشوفوا ملاعب العالم مسميينهم على شركات تمضي شركة يحطنوا اسم بتاع الشركة كما بار اكزمبل اللي لعبنا في فلوتريشن ماتش عميكا جاكليو موكين بزاف ملاعب ساعة شركة ساعة مسميين ملاعب بزاف أسماوات الملاعب يسموها لماذا؟ لأن غدوة من غدوة لأن غدوة من غدوة من غدوة وملاعب العصر وملاعب العصر لا تستطيع الملعب صعيد الملعب صعب جدا جدا للصيانة أو يطلب أموال على العهم لكي تقعد انتهد الملعب لا تدخل منه أمواله تقعد تصرف 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 ويبقى مغلوق مغلوق يجي الأبو ماشو بعد تقعد تصرف 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 على هذيك اللي مرمش يسترقوه وعلى هذيك تائنين اللي الأبوالك ما تزوج العشب ماكا كين شركات عالمية شركة دير اسم سوناتراك دير بزاف كين بزاف اسماوي حتى وتكون من الخارج المهم تجيب أموال للملعب هذا يسموا الملعب على الشركات تاحهم سنة معاهم كونترا خمس سنين عشرة سنين يدخل لك المالايير الماليارات اللي راك دي لهم في البيبلي سيتي هذيه فالملعب يدخل لك دراهم مكيكيات يدخل لك دراهم وهو مغلوق يدخل لك دراهم هو مغلوق يدخل لك دراهم تقدر تصينه تقدر تشري آلة تقدر تخلص الخدامين يعني هذا هو لازم نتعلمه كيفاش باش نعودوا نسموا الملاعب كيف يسمي العالم كامل للملاعب تتاحهم تقع تسمي لي انتا يا أسماء الشاهد الشاهد ما قال لك سميني سميني الملعب هذا سميها على أسمي وهذا الملعب غدوة من غدوة يولي كاريتة ومحفر ومهرود وما تدخلش به دراهم ويدخل سمي شارع سمي سمي مشروع فهم تسمي بعطيما سمي بصحة الملاعب هذي فيها بزمز مشي لازم تسمي على أسم الشو هذا سواء نينسو المونديلا سواء اسم ثاني وحكيت في هذا الموضوع هذا هذا هو اللي راني أنا ضد التسمية كيف سمعت نينسو المونديلا قلت ما زرنا أشغل بكري سمي فلان على فلان سمي فلان على فلان ها وجيبوا شركة سموا عليها ودخلوا دراهم من البلاد باش الملعب هذي تخدموا دراهم هذي يالي الملعب تخلصوا الخدامين وتخدموه ويبقى دائم الملعب أوطوب ونبقى وحنا أوطوب ما نبقى متخلفين لازم نتبعوا للعصرانة نمشوا مع العصرانة العالم جعروا يسمين ملعبتها على الشركة نحن نسموها على الأشخاص مستفدنا هواله النقطة التالية اللي حبيت نقولها لكم اللي بديتها لكم ياهل تارى شوف المشكلة مشكلة إذا كانت النية بالصح أنا نقدر نقول تقدر ترتبط لأن ناسوا واسموا موتي بي نقولوا ما كان ششان هل كنتوا راح تسموه ناسو المونديلا نقولوا موتي بي ما راهوش من جنوب إفريقيا موتي بي معلبي هلش أنا من إتيوبيا ولا معلبي هلش أنا من وين ولا جاي معلبي في غانا غاني ولا رئيس ناسو المونديلا هل كنتوا راح تسموه هل هل تجرعتهم وكنتوا راح تسموه صراحة راحة ياهوتي أنا نقول هونش كيف في قلبي هل كنتوا راح تسموني سلمونديلا ما نعتقدش والعلم عند الله أنا ما نقدرش ندخل في نية في الناس ولكن ما كنش نعتقد لأن موتي بي ممكن ممكن العلم عند الله ما رانيش نعطي في معلومات راني نعطي في القراءة التاعي ممكن يكونوا تفاهموا كيف يعطي لهم لاكوب دافريك في الجزائر والجزائر أعطيتها هادية وهادية ليست هادية لا تسوى لا تقدر تكون هادية تسوى ليست عيب تسمي بأسطاد أنا قلت لكم ضد التسمية ولكن وش حبيت نقول من ناحية النورمال يسمي هل نيرسون مونديلا الجزائر أعطيتها هادية في الموت سي بي يعطي لهم لاكوب دافريك هادية وقف معهم أعطي لهم أعطي لهم كهدية ونحن عندنا علاقة وعنده علاقة وقدروا على الجزائر غير كلام من أروع ما يكون على الجزائر والتاريخ عنده علاقة وطيدة مع الجزائر فهذا الإنسان نربطنا مدام أنت تعملت هايا معليش كما قلوه هادي هادية بليك انت هو اسم الراجل هدا اللي يبقى خالد فاريكزون كملعب موت سي بي في بلاد الجزائر وفي إفريقيا عادي تسمى موت سي بي المريكاني يشوف استاد موت سي بي المريكاني يشوف استاد ملعب اسمه نيلسو المونديلا يعرف التاريخ نيلسو المونديلا فهذا الأمر ولكن الإشكال إذا ما أعطوا لكم كأس إفريقيا هادية وانتوا قدرتوا الخطوة هادية تحسميته موت سي بي لأنه من جنوب إفريقيا سميته وسمه نيلسو المونديلا لأنه من جنوب إفريقيا باش كما قلوه زعم كهادية ولا بلش أنا باش يعطي لكم إذا ما أعطها لكم بشقول له وم بعد ما تديهاش وانت أصلا في نيتك ما كنت راح تسمي وانا مدخلش بالنيات ولكن أنا راني نحكي في نيتك بالكما كنت راح تسمي لو كان جامو تسي بي ما راهوش من جنوب إفريقيا كنت راح تسمي الملعب بار إخزمبل اسمه نيلسو المونديلا فهنا توقع الكاريتا مسمي ملعب غدوة من غدوة تقدر تغير نورمال مسمي ملعب نيلسو المونديلا وم بعد بار إخزمبل ما تديش كعس إفريقيا بار إخزم هذا يقدر يتغير كما قد حكم خاطئ حتى داروه كهادية على بار إخزمبل على على الانسو المونديلا ولا على موتسي بي باشا كما قلوا تنظيم كأس إفريقيا وكدا غدوة من غدوة يقدروا يعود يبدلوا على شركة نورمال شفناش حال ملسطاد انا يقول لكم الانسطاد كان ينسنيين كونترا مع الشركات كيف خلاص الانسطاد الشركة تجدد ويتفاهموا على عقب ما يتفاهموش على عقدة يزيدوا يجيبوه شركة واحد اخرى يزيدوا يبدلوا الاسم ملسطاد الملعب التاوي يتبدل إذا دينا كأس إفريقيا رح يتلعب على ملعب نيلسو المونديلا ما ديناش كأس إفريقيا قولكم غير بدم نورمال على كل حل الراجل يسهل بلا ما تبدل يعني الراجل يسهل ولكننا مدابية نكون عندنا احترافية والملاعب التاوعنا سموهم على شركات ديروا اعلان للشركات اللي يجي تدفع فلوس تدخل دراهم للجزائر ويربح السطاد ونربحه كامل وتربح الكورة الجزائرية خلونا مطبع طبع برك هادية اللي رح تدبينها للهوية هذا هو شيء ما قدر نقول لكم وعطوه لي الرأيي بتاعكم في التعليقات مطبوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام